سار على نهج أبيه السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية وأجداده في الفتوحات أعاد هيكلة إدارة ومؤسسات مرافق الدولة بعد توليه الحكم بما يعود عليها وعلى الشعب بالخير والصلاح ركز على تطوير كتائب الجيش من خلال دعمه لهم بالمال والسلاح المتواجد لديهم آنذاك طور البلاط السلطاني وأمدهم بما يحتاجون إليه من خبرات وإدارة عسكرية مما ساهم في الاستقرار والتقدم تطلع بعد استقرار دولته وتقوية جيشه إلى فتح البلاد المسيحية ونشر الإسلام فيها فتح القسطنطينية عاصمة بيزنطا وحولها إلى عاصمة الدولة العثمانية هو صاحب البشارة الملك المجاهد والسلطان الغازي أبي الفتح والمعالي محمد خان الثاني الملقب بمحمد الفاتح الذي يعرف اختصارا باسم محمد الثاني هو سابع السلاطين آل عثمان وخامس من تلقب بلقب السلطان وهو أيضا أول من حمل لقب قيصر الروم من الحكام المسلمين عموما والسلاطين العثمانيين خصوصا كما لقب في أوروبا بالترك الكبير وباللاتينية جرانات توركو أي إمبراطور الترك نظرا لأهمية وعظمة إنجازاته وانتصاراته العسكرية التي حققها على حساب القوى المسيحية علما بأن المقصود بالترك هنا هو المسلم عموما وليس الترك عرقيا لأن التسميتان كانتا تعنيان شيئا واحدا في المفهوم الأوروبي آنذاك ولد السلطان محمد الفاتح في عام 1432 ميلاديا وناشأ في كنف أبيه السلطان مراد الثاني سابع السلاطين الدولة العثمانية الذي تعهده بالرعاية والتعليم ليكون جديرا بالسلطنة والنهوض بمسؤولياتها فأتم حفظ القرآن وقرأ الحديث وتعلم الفقه ودرس الرياضيات والفلك وأمور الحرب وإلى جانب ذلك تعلم العربية والفارسية واللاتينية واليونانية واشترك مع أبيه السلطان مراد في حروبه وغزواته ثم عاهد إليه أبوه بإمارة ماجنيسيا وهو صغير السن ليتدرب على إدارة شؤون الدولة وتدبير أمورها تحت إشراف مجموعة من كبار علماء عصره مثل الشيخ آق شمس الدين وأيضا المل الكوراني وهو ما أثر في تكوين شخصية الأمير الصغير وأيضا أثر في بناء اتجاهاته الفكرية والثقافية بناء إسلاميا صحيحا وقد نجح الشيخ آق شمس الدين في أن يبث في روح الأمير حب الجهاد والتطلع إلى معالي الأمور وأن يلمح له بأنه المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم فشب الأمير الصغير طامح النفس عالي الهم موفور الثقافة مرهف الحس والشعور أديبا شاعرا فضلا عن إلمامه بشؤون الحرب والسياسة تولى محمد الفاتح السلطنة بعد وفاة أبيه في عام 1451 وبدأ في التجهيز لفتح القسطنطينية ليحقق الحلم الذي راوده وحتى يكون هو محل البشارة النبوية وفي الوقت ذاته يسهل لدولته الفتية الفتوحات في منطقة البلقان ويجعل بلاده متصلة لا يفصلها عدو يتربص بها ومن أبرز ما استعد له لهذا الفتح المبارك أنصب مدافع عملاقة لم تشهدها أوروبا من قبل وقام ببناء سفن جديدة في بحر مرمرة وشيد على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة كبيرة عرفت باسم قلعة روم لحصار لتتحكم في مضيق البوسفور وبعد أن أتم السلطان كل الوسائل التي تعينه على تحقيق النصر زحف بجيشه البالغ 265 ألف مقاتل من المشات والفرسان تصحبهم المدافع الضخمة واتجه إلى القسطنطينية وفي فجر يوم الثلاثاء المرافق 29 من مايو في عام 1453 نجحت قوات محمد الفاتح من اقتحام أسوار القسطنطينية في واحدة من العمليات العسكرية النادرة في التاريخ ومن تلك اللحظة لقب السلطان محمد الثاني بمحمد الفاتح فصار لا يعرف إلا بهذا اللقب ولما دخل المدينة تترجل عن فرسه وسجد لله شاكرا ثم توجه إلى كنيسة آيا صوفيا وأمر بتحويلها إلى مسجد وأمر بإقامة مسجد في موضع قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري الذي كان ضمن صفوف المحاولة الأولى لفتح المدينة العريقة وقرر اتخاذ القسطنطينية عاصمة لدولته وأطلق عليها اسم إسلام بول أي دار الإسلام ثم حرفت بعد ذلك واشتهرت باسم إسطنبول وانتهج سياسة متسامحة مع سكان المدينة وكفل لهم ممارسة عباداتهم في حرية كاملة ولقد سمح بعودة الذين غادروا المدينة في أثناء الحصار إلى منازلهم بعد إتمام هذا الفتح الذي حققه محمد الثاني وهو لا يزال شابا لم يتجاوز الخامس والعشرين من العمر وكان هذا من آيات نبوغه العسكر المبكر اتجه إلى استكمال الفتوحات في بلاد البلقان ففتح صربيا في عام 1459 وأيضا فتح رومانيا في عام 1462 وبعدها استكمل فتح البلدان مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وأيضا دخل في حرب مع المجر كما اتجهت أنظاره إلى آسيا الصغرى ففتح طرابزون وكان ذلك في عام 1461 كان من بين أهداف محمد الفاتح أن يكون إمبراطورا على روما وأن يجمع فخرا جديدا إلى جانب فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ولكي يحقق هذا الأمل الطموح كان عليه أن يفتح إيطاليا أولا فأعد لذلك العدة وجهز أسطولا عظيما تمكن من إنزال قوته وعدد كبير من مدافعه بالقرب من مدينة أوترانت ونجحت تلك القوات في الاستلاء على قلعتها وكان ذلك في عام 1480 ولقد عزم محمد الفاتح على أن يتخذ من تلك المدينة قاعدة يزحف منها شمالا في شبه جزيرة إيطاليا حتى يصل إلى روما لكن المنية قد وافته في الثالث من مايو في عام 1481 واتهم أحد أطبائه بذس السم له في الطعام وكان لموته دوي هائل في أوروبا التي تنفست الصعداء حين علمت بوفاته وأمر البابا أن تقام صلاة الشكر ثلاثة أيام ابتهاجا بهذا النبأ لم تكن ميادين الجهاد والحرب التي خاضها محمد الفاتح خلال مدة حكمه التي بلغت ثلاثين عاما هي أبرز إنجازات محمد الفاتح حيث اتسعت الدولة العثمانية تساعا عظيما لم تشهده من قبل وإنما كان رجل دولة من طراز رفيع فقد استطاع بالتعاون مع الصدر الأعظم محمد باشا وكاتبه الليث محمد جلبي من وضع الدستور المسمى باسمه ولقد بقيت مبادئه الأساسية سارية مفعول في الدولة العثمانية حتى عام 1839 اشتهر محمد الفاتح بأنه راع للحضارة والأدب وكان شاعرا مجيدا له ديوان من الشعر ولقد نشر المستشرق الألماني جاكوب أشعره في برلين في عام 1904 ولقد كان محمد الفاتح يدوم على المطالعة وقراءة الأدب والشعر ويصاحب العلماء والشعراء ويصفي بعضهم ويوليهم مناصب الوزارة ومن شغفه بالشعر عاهد إلى أحد الشعراء أن ينظم ملحمة شعرية تصور التاريخ العثماني على غرار الشاهنامة التي نظمها الفردوسي وكان إذا سمع بعالم كبير في فن من الفنون قدم له يد العون والمساعدة بالمال أو باستقدامه إلى دولته للاستفادة من علمه مثل ما فعل مع العالم الفلك الكبير علي السمرقندي وكان يرسل كل عام مالا كثيرا إلى الشاعر الهندي خواج جيهان وأيضا الشاعر الفارس عبد الرحمن جابي واستقدم محمد الفاتح رسامين من إيطاليا إلى القصر السلطاني لإنجاز بعض اللوحات الفنية وتدرب بعض العثمانيين على هذا الفن وعلى الرغم من إنشغال محمد الفاتح بالجهاد والحرب فإنه عني بالإعمار وتشييد المباني الراقية ففي عهده تم إنشاء أكثر من ثلاثمائة مسجد ولقد كان في الصنبول وحدها 192 مسجدا وجامعا بالإضافة إلى 57 مدرسة ومعهدا وتسعة وخمسين حماما ومن أشهر آثاره المعمارية مسجد السلطان محمد وأيضا جامع أبي أيوب الأنصاري لقد كان الفاتح مسلما ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية تقيا ورعا بفضل النشأة التي نشأها وأثرت فيه هذه التنشئة تأثيرا عظيما أما سلوكه العسكري فكان سلوكا متحضرا لم تشهده أوروبا في عصورها الوسطى ولم تعرفه شريعتها من قبل وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أنكم قد استمتعتم في الفيديو لا تنسى أن تعطينا رأيك في التعليقات وأن تشترك في القناة دعم لنا وحتى يصلك كل جديد وإن أحببت الفيديو شاركه مع أصدقائك واكتب لنا في التعليقات أي من المعلومات كانت جديدة عليك وإلى لقاء آخر في فيديو جديد إن شاء الله